بسم الله الرحمن الرحيم ولولا الولاية والإمامة لمن تضم أمر الناس ولفسدت شؤونهم وذبت الخصومات بينهم وتفرقت جماعتهم وانعدم الأمن في البلاد فلابد للناس من إمام يلي أمورهم وينظم شؤونهم ويصون أعراضهم ويحمي بلادهم ويحفظ حقوقهم ولهذا كان نصب الإمام من مقاصد الشريعة الإسلامية لأن به حراسة الدين وسياسة أمور المسلمين وكفة أيدي المعتدين وإنصاف المظلومين من الظالمين وأخذ الحقوق من مواقعها وصرفها في مصارفها فصلاح البلاد والعباد وقطع موارد الفساد منوط بهذا المقصد العظيم وهو الإمامة والولاية الكبرى والعظمى والإمامة العظمى لها مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في الشريعة الإسلامية تناسب قدر هذا المنصب وعظم مسؤوليته وعلو وظيفته فإن منصب الإمامة العظمى والولاية الكبرى إنما وضع ليكون خلفا للنبوة حراسة للدين وسياسة للدنيا وإن وضع الشارع منصب الإمامة في هذه المكانة الشريفة والرتبة العالية هو عين الحكمة التي يرعاها الشارع في سائر تصرفاته وعين المصلحة التي يتشوف إلى تحقيقها فإن الناس لا يسوسهم إلا قوة الإمام وحزمه فلو لم يعطيه الشارع ما يناسب طبيعة عمله من فرض احترامه وتعظيمه وإجلاله وتقديره ونحو ذلك لم تهنه الناس ولم ينقاد له ومن ثم يحل البلاء في البلاد وتعم الفوضى إلى غير ذلك من المفاسد وإن دين الإسلام دين عدل وإنصاف في كل أموره ومجالاته فجعل لولاة الأمر حقوقا وعليهم حقوقا فإن لولاة الأمر على الرعية حقوقا أو جبه الإسلام وأكد على الاهتمام بها ورعايتها والقيام بها لأن مصلحة الأمة لا تتم ولا تنتظم إلا بالتعاون بين الحاكم والمحكوم وقيام كل واحد بما يجب عليه من الواجبات وأدائما حمل من الأمانة والمسؤولية فمن الحقوق التي تجب على الرعية نحو الإمام والسلطان والملك أولا السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف والمقصود بالسمع والطاعة فهم المأمور ما يطلبه منه آمره وتنفيذ الأمر والقيام به والسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي باينوا بها أهل البدع والأهواء وذلك أن السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله من أعظم الأسس والدعائم لانتظام أمور الدولة وتحقيق أهدافها ومقاصدها الدينية والدنيوية وقد انعقد الإجماع عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والمراد بأولي الأمر الذين أوجب الله عز وجل طاعتهم هم الولاة على الناس من العلماء والأمراء أما كون العلماء من أولي الأمر فلأنهم يوكل إليهم الكلام في شرع الله وهم الذين يوجهون الناس ويبينون لهم الأحكام الشرعية وأما كون الأمر من أولي الأمر فلأنهم هم الذين يحملون الناس على شريعة الله لأن الشريعة تحتاج إلى أمرين أمر سابق وأمر لاحق فالأمر السابق هو من شأن العلماء فهم الذين يبينون الحكم الشرعي ويوضحونه قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والأمر اللاحق من شأن الأمراء لأنهم هم الذين يلزمون ولانقياد لهم طاعة لله عز وجل ورغبة فيما عنده ولكن هذه الطاعة مشروطة بأن تكون في غير معصية الله ثانيا من حقوق أولاة الأمر عدم الخروج عليهم ومعنى الخروج عليهم نقض بيعتهم أو شق عصى الطاعة لهم من قوم لهم شوكة ومنع والخروج على أولاة الأمر من كبائل الذنوب كما دلت على ذلك النصوص الشرعية ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة ولهذا جاء في حديث من عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية وفي رواية من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وهذا يدل على تحريم الخروج على ولي الأمر ثالثا من حقوق ولاة الأمر الصبر على جور الأئمة وظلمهم والصبر على جور الأئمة وظلمهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة وهو من محاسن الشريعة لأنه يجرب المصالح ويدرأ المفاسد بما يكون فيه صلاح للبلاد والعباد ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية وفي عديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعد أثر وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فماذا تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الحق الذي لكم فالصبر على الأئمة والسلاطين إذا حصل منهم جور أو ظلم من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين رابعا من حقوق ولي الأمر النصيحة لولاة الأمر فإن النصيحة لهم من أهم أمور الدين كما في حديث تمي من الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله تعالى أمركم والنصيحة لولاة الأمر باب واسع يتضمن أمورا كثيرة فمنها أولا أعني من النصيحة اعتقاد إمامتهم وإمرتهم فمن لم يعتقد إمامة ولي الأمر فإنه لم ينصح له لأنه إذا لم يعتقد إمامته فلن يكون منه له سمع وطاعة وثانيا من النصيحة لولي الأمر نشر ثانيا من النصيحة لولاة الأمور نشر محاسنهم بين الرعية لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم والناس إذا أحبوهم سهل عليهم على انقياد لما يصدر منهم من أوامر ثالثا من النصيحة لولاة الأمر ستر معائبهم لأن نشر معائبهم يملأ قلوب الناس غيظا وحقدا وحنقا على أولاة الأمر وإذا امتلأت القلوب بذلك حصل التمرد وربما حصل الخروج عليهم والعياذ بالله وليس معنى هذا أعني ستر معائبهم أن يسكت عن ما يحصل منهم من خطأ إن كان بل الواجب المناصحة إما مباشرة وإما بواسطة من يتصل بهم من أهل العلم والفضل ومن النصيحة لولاة الأمر بذل الطاعة لهم ظاهرا وباطنا في كل ما يأمرون به أو ينهون عنه إلا أن يكون معصية ولا يشترط في طاعتهم أن لا يعصوا الله تعالى في أنفسهم بل الواجب طاعتهم فيما أمروا به وإن عصوا الله تعالى لأننا مأمورون بطاعتهم حتى ولو عصوا الله تعالى فيما بينهم وبينه خامسا من النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم بالصلاح والإعانة والتستيد والتوفيق وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو من صفات المؤمنين الصادقين الذين يرجون الخير والصلاح للأمة والدعاء لولاة أمور المسلمين يستلزم محبتهم ويزيل ما قد يقع في القلوب من الشحناء والبغضاء نحوهم فما من داع يدعو لأحد من المسلمين إلا ويجد في قلبه نوعا من المحبة له وإرادة الخير له فكيف إذا كان الدعاء للسلطان لأن توفيق الله تعالى للسلطان والإمام توفيق للأمة وصلاح للأمة ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام لأن بصلاحه صلاح الرعية ومن النصيحة لولاة الأمر إعانتهم على ما تحمل من أعباء مصالح الأمة ومساعدتهم في ذلك بقدر الإمكان قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وأحق من أعين على البر والتقوى هم ولاة الأمر سابعا من النصيحة لهم أذب عنهم سابعا من النصيحة لولاة الأمر أذب عنهم من الوقوع في أعراضهم أو لانشغال بسبهم وذكر معائبهم لأن ذلك نوات الخروج عليهم وليس ذلك تعظيما لذواتهم وإنما هو لعظم المسؤولية التي أُكِلت إليهم من قبل الشرع والتي لا يمكن أن تكون على الوجه المطلوب وأن تقوم على الوجه الشرعي مع وجود من يسبهم ويقدح في أعراضهم ثامنا من النصيحة لولاة الأمر رد القلوب النافرة عنهم إليهم وجمع محبة الناس عليهم لما في ذلك من المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية وبها يحصل انتظام أمور الدين والدنيا ومن النصيحة لولاة الأمر احترامهم وتوقيرهم فيجب أن يعاملوا بالاحترام والإكرام والإجلال وما جعل الله تعالى لهم من الإعظام فهم قادة الأمة وحماتها فوجبا توقيرهم واحترامهم وإنزالهم منزلتهم التي وضعها الله تعالى لهم ومن النصيحة لولاة الأمر إيقاظهم عند الغفلة وتنبيههم وإرشادهم شفقة عليهم وحفظا لدينهم وعرضهم وصيانة لهم من الوقوع في الخطأ والزلل أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهب لنا منه رحمة وأن يوفق أولاة أمرنا لما يحب ويرضى وأن يحفظا بهذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين بلاداتاء ترجمة نانسي ق associه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة